15 حيوان اكتشفت مؤخرا لن تصدق وجودها في الحقيقة مرحبا بالجميع في كل يوم تقريبا يتم اكتشاف شيء جديد في هذا العالم الفسيح سواء كان أثرا تاريخيا أو مساءلة علمية أو حيوانا لم يسبق لنا رؤيته من قبل واليوم نقدم لكم حيوانات غريبة تم اكتشافها مؤخرا لن تصدقوا أنها موجودة في الحقيقة دب الأبيض تم العثور على هذا الدب في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا وتكمن غرابة هذا الدب في كونه دبا أسودا في الأصل ويعتقد العلماء أن لهذا الأمر تفسيرين فقط إما أنه دب أمهق أو أنه عبارة عن دب كيرمود أو ما يسمى بدب الروح وهو نوع فرعي من الدب الأسود الأمريكي الاختبوط الشباخ تم العثور على هذا النوع من الاختبوط على عمق ملين تقريبا تحت سطح البحر بوسطة مركبة تحكم عن بوض بالقرب من سواحل جزيرة هواي ويعتبر هذا الاختبوط الشبيه بالأشباح أول اختبوط يتم العثور عليه في أعماق البحر لمدة طويلة من الزمن يعتقد العلماء أن نوعي السلاحف الموجودة بجزر جالباجو من نفس الفصيلة إذ لم يفصل بينه ما سوى مسافة ست أميال لكن بعض دراسات وفحصات متعددة اكتشف العلماء بأن هذين النوعين من السلاحف العملاقة مختلفة جدا وتطور كل منهما بفارق ملايين السنين عن الآخر وطواط الحصان تم التسمية هذا الوطواط بهذا الاسم بعدما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف نيجري عثر عليه لكن إنه في الحقيقة ليس سوى حد خفاف الشلفاكهة أو ما يسمى بالثغال بالطائرة أولا يرقانة البحر ذات الرأسين عثر العلماء السنة الماضية على هذا الحيوان في سواحل أندونيسيا وفي بداية الأمر اعتقد الغواصون والعلماء أنه قد عثروا على أول يرقانة بحر ذات رأسين لكن في الواقع كائن غريب إذن لا يتجاوز طول 2 سنتيمتر إضافة إلى أن لديه أعضاء جنسية ذكرية وأنثوية في آن واحد فراشات ألاسكا يعتبر هذا النوع من الفراشات من الكائنات التي تتقن النجاة في حياتها إذ تعيش في جو بارد للغاية ومثلج من شأنه التسبب في موت أي فراشة أخرى لكن فراشة ألاسكا تمكنت من تكوين بروتيني مضاد للبرودة في أجزادها وتأقلمت مع قساوة الجو المتجمد السلمندر الصغير أثر العلماء في أواخر 2016 على نوع جديد من السلمندر بالمكسيك ويحتوي هذا النوع على لسان وعضاء تناسلية كبيرة من بقية حيوانات السلمندر لكن المشكلة التي يتخوف منها العلماء هي أن هذه الحيوانات على حافة الإنقراض الثعبان الفضي تم العثور على هذا الحيوان بالهامس وقد كان هذا الاكتشاف حماسي للغاية بالنسبة للأخصائيين إذ يعتبر العثور على نوع جديد من الثعابين أمرا نادرا جدا بين علماء الأحياء ويتغذى هذا الثعبان على الطيور بصفة أساسية لكونه يعيش بين الأشجار ولا ينجد إلا في جزيرة كونس بنشن بالباهامس عن كبوت الطاووس تم اكتشاف ست أنواع من هذه العناكب الغريبة والجميلة منذ سنة 2006 ولا يتجوز طولها بضعة مليمترات كما أنها تتميز بألوان متعددة وجميلة للغاية هذا بإضافة إلى أنها لا تعيش مثل بقية العناكب ولا زال العلماء حاليا يدرسونها ويحلنون طريقة عيشها أصغر أرمديليا تم وآخرا اكتشاف نوع من النباتات بفضل بعض المصورين الذين نشروا صورة هذا النبات الغريبة على الإنترنت وبنفس الطريقة تماما تم العثور على نوع جديد من حشرة الأرمديليا أو حمار قبان صغير جدا من طرف طلبة بجمعة لالايارا ماريو مينت الأمريكية الجنذب البري تم العثور على هذا الجراد أول مرة من طرف عامل فلاحة بينجلترا ويعود السبب في لونه الغريب إلى طفرة جينية نادرة تسببت له تلونا أحمر على مستوى جسده بالكامل أنواع يعصوب جديدة تم اكتشاف ستين نوع جديد من اليعصوب مؤخرا وسط القارة الإفريقية ويعتبر هذا أمر نادر الحدوث ولهذا فقد تم تسجيلها كلها ولزال العلماء يقومون بدراستها حاليا الفيل الوردي ربما تعتقدون أن هذا النوع من الفيلة يوجد في الرسوم المتحركة فقط لكن رغم ندرتها فهي موجودة في الواقع وقد تم مؤخرا التقاط صور متعددة لفيل صغير وردي اللون في إفريقيا الجنوبية لكن فرص عيش هذا الكائن ضئيلة بسبب يصلته بالموغ والذي يعتبر مرضا جلديا من مواصفته غياب اللون في الشعر والجلد والعيون سلحفات البحر ذات اللون الأمهق تم العثور على هذه السلحفات البرية عندما كان مجموعة من المتطوعين يقومون بتنظيف أحد شواطئ استراليا ولسوء الحظ فأن خطوط السلاح في ذات اللون الأمهق في النجاة ضئيلة جدا بسبب لونها الأبيض المميز الزرافة البيضاء تم العثور مؤخرا على زرافة بيضاء اللون بالكامير في براري كينيا إذ كان يعتقد بوجودها لكن لم يستطع أي واحد تأكيد الأمر حتى تم التقاط هذه الصورة فهي زرافة مصابة بحالة نادرة تسمى بيض الشعر ورغم مظهرية المختلفة لم تعملها باقي الزرافة على أنها مختلفة عنها إذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك واشترك وفاعل جرس التنبيهات لتصلك المقاطع الجديدة أولا بأول إلى اللقاء وشكرا للمشاهدة